حقيقي اللي انا بقول لكو يا جماعة لازم تبقوا اخدين بالكم من الحاجة تاني دي فلوسك وملكك ومش عايز اقولك الكلام اللي هو كليشي ودباجات محفوظة بس هي بجد فلوسك حضرتك دي فلوسك ارشناتك جنيهاتك اتعامل بيها اللي انت شايفه طيب هو ده اخر المطاف لأ دي اول محطة اول لبنة اول حاجة اللي جاي لسه اكتر واكسر روعة واكسر ابداع بمناسبة الابداع انا لازلت 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 اسني واشكر بشدة فخامة الريس على توجيهه بانه اي حاجة بنعملها يجب ان تعكس الهوية المصرية وخد بالك من الاشارة ان اول محطة مركزية اسمها محطة عدلي منصور الحدق يفهم ادي واحد اتنين خد بالك من الابداع في التصميم والتأكيد على الهوية البصرية عشان كده انا بقولك انا عجبني اوي 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 اللي حصل عندنا بص المنظر عامل ازاي بالمناسبة وبص الشيكة والنظافة شطرتي وشطرتك اولا ان احنا نحافظ على الكلام ده طب عشان نحافظ عليه نستخدمه ده منطل بساطة والله انا قاعد عمل بفكر مع حضراتكم بصوت عالي وزي ما كنت بفكر مع السادت اللي هو عصان انا كل اللي في مخي دلوقتي ان انا عايز اه انا سافر اسكندرية كتير مثلا طب انا عايز بعد كده اوفر بقى سوقت العربية سوقت العربية دي بص خد بلك بنده عشان انت بفهم سوقت العربية دي مش بس بنزين ده بنزين وصيانة العربية اهلكها زائد ضهر سيادتك سواء رايح سواء جاي طب عايز اريح ونام احط سماعتين في وداني واسمع شوقات مزيكة يا سلام سلم بقى لو انت قاطع تذكرة درجة اولى عشان تقعد تتفرج على التلفزيون اللي في مسند الكرسي اللي قدامك طب انا مش درجة اولى ده انا درجة تانية في حضرتك افلام بتتعرض على الشاشات اللي في النص دي شفت الشاشات اللي في النص بلاش انتو خدتوا بالكم من التوالات بتاع العربيات بقى انا برضو وانا مسكين برضو غلبان يعني اه وانا راجل جاي منطبقة متوسطة يعني فلما ركبت بقى ايه مرة القطرة اول مرة وانا في انجلترا فبقيت فرحان اوي 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 بالتوالات اللي تدوس على الزرار يفتح تدوس على الزرار يقفل افتح يا سمسم يقفل يا سمسم وبما اني بقى غتت فروحت رايح واقف قدام البتاع زق والله العظيم ما سمح عيل وانا كنت راجل كبير ومتجوز ومخلف ادوس على الزرار يروح الباب فتح ادحك اروح دايس على الزرار يروح الباب قافل اه لحد معي يعني حسيت انه الجماعة الاجانب اللي حواليها الانجليز هيقوموا يمسكوا في القابتي فروحت راجع قاعد تانية على الكرسي مهزب جدا ملتزم جدا الى اخير هو بنفس التصميم الزاوية اللي واخد نص دايرة في ضلع منها يعني مسلس واخد نص دايرة في الضلع الرئيسي بتاعه اوقف قاعدته يعني والشكل بالتصميم بصمبور الميا اللي شغال بالسنسور حاجة عظمة جدا والزرار اللي بيفتح ويقف الكهرباء وميت فل خد بالك ان انت في عندك رمبات بتتفتح من الباب علشان خاطر اصدقاءنا القادرين باختلاف يقدروا انهم يركبوا هذا المكاء يركبوا هذه الوسيلة براحة وبامان تام والاماكن بتاعتهم موجودة دا على سبيل المثال حضرتك راجل عاوز تشهيص نفسك وتعود درجة أولى وتعود درجة أولى على كرسي ميبخ عشرة على عشرة حاجة مزاج ومخدتك تلفزيونك أفلامك مدة الرحلة اتفرجت على فيلم اتفرجت على برنامج تلفزيوني سمعت مزجتك اللي انت عايزه بقى انت حر طيب درجة تانية قاعد على كرسي حلوة ما هوش وحش على الاطلاق وتاني الاتراد دي هي بتاعة أوروبا والله العظيم هي حاجة عظمة ترجمة نانسي قنقر